قرر مكتب مجلس الأمة الاجتماع بوزير المالية الأحد المقبل لبحث الأوضاع الاقتصادية وموضوع ترشيد الدعوم يأتي هذا فيما ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية برنامج عمل وزارتي الإعلام والشباب والرياضة لتبيان مدى مطابقة مشروعات الوزارتين مع خطة التنميح ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية برنامج عمل وزارتي الإعلام والشباب والرياضة والجهات التابعة لهما بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود وقال مغرر اللجنة الناب أحمد لاري أن اللجنة طلعت على تغير الجهات التابعة لوزير الإعلام ومدى إنجازها للبرامج والمشاريع المدرجة لها ضمن خطة التنمية ناقشنا برنامج وزارة الإعلام والجهات التابعة لها والمشاريع بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط واستمعنا لوزارة إعلام كوزارة وأيضاً لكونة والمجلس الوطني والشباب على حدة والرياضة على حدة فكل العرض يعني مشاريعه خلال السنة المالية التي تنتهي في 31-3-21 يعني خطة 15-16 ومدى مطابقتها لخطة التنمية والمثلين تخطط عضو ملاحظاتهم والهدف من هذا الموضوع متابعة برنامج العمل للحكومة هو تحفيز الجهات لإنجاز أكبر قدر ممكن من جهتين أخرى عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاً اليوم برئاسة رئيسي مجلس الأمة مرزق الغانم وحضور أعضاء المكتب ناغش فيه عدد من الموضوعات الخاصة بالمجلس وأشار أمين سر المجلس عدل إخرافي إلى أن المجلس قرر الموافقة على عقد اجتماعاً مع اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط يوم الأربعاء المقبل يعقب هو اجتماع مع نائب رئيس مجلس وزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وفريغ الجهاز المالي يوم الأحد المقبل